أهلا وسهلا بيكو زي ما وعدتكوا قبل كده هنبدأ نتكلم بالتفصيل عن المشاعر وطريقة فهمها والتعامل معها تعالوا نبدأ بإحدى أقوى أو قد تكون أقوى مشاعر وعواطف الإنسان وهي الغضب احنا تكلمنا قبل كده عن الغضب النرجسي اللي هو انفجار ثورة غضب عنيفة بسبب شعور النرجسيين بالتهديد من أي مقاومة لسيطرتهم أو اعتبار أي نقد مهما كان لطيف هجوم شخصي عليهم يستحق الدفاع عن النفس حتى التدمير الشامل للشخص الآخر اللي بيعتبروه خصم الشكل ده من الانفعال المتمحور حول الذات متعلق بشخص مصاب بالطراب شخصية لكن النهاردة احنا هنتكلم عن الطراب سلوكي أو الطراب مزاجي متعلق بالغضب كذلك ولكنه مش بالضرورة المصاب بيكون عنده الطراب شخصية اسمه الطراب الانفجار المفاجئ المتقطع يختصر ل-IED Intermittent Explosive Disorder وهنبدأ بي سلسلة نشرح فيها كل جوانب الغضب بالذات لأنه عاطفة مهمة وبتتحكم في حاجات كتير جدا وتأثر في حاجات كتير فحياتنا مش بس في علاقاتنا وفي نفسياتنا بتأثر في صحتنا كمان وصحة الناس اللي حوالينا فهنشرح في السلسلة دي كل جوانب الغضب ضمن اهتمامنا زي ما قلت بفهم مشاعرنا المختلفة والتعامل معاها والموضوع ده انتوا اللي طلبتوا نتكلم فيه بكثير جدا من التعليقات والرسائل اللي وصلتني كتير منكوا بعتولي قصاصهم مستغربين من نفسهم انهم ناس طبيعتهم هادية ولطيفة وبيحبوا الناس والناس بتحبهم ولكنهم بينفجروا فجأة في نوبات غضب عارمة مش متناسبة خالص مع تفاهد السبب وبعدين بعد كده بيشعروا بالذنب وتأنيب الضمير ويزعلوا من نفسهم يعني مشاعر مختلفة تماما عن مشاعر النرجسين اللي شرحناها قبل كده اللي بتكون متامح ويرحاول النرجسي نفسه لما بيخلص مشاعر الغضب بتاعته بيرجع كويس وزي الفل تاني لكن احنا بنتكلم عن ناس بتحس بالذنب وتأنيب الضمير وتتوجع نفسيا جدا بعد ما النوبة دي تخلص ومش فاهمين هما بيحصل لهم كده ليه يعني مش بيستخدموا الغضب عامدا كوسيلة إخضاع زي النرجسيين ولكنهم بيفجئوا بصورة الغضب اللي بتنفجر من داخلهم دي على أدفع سبب ساعات هنعرف مع بعض النهاردة اضطراب انفجار الغضب المفاجئ ده وسببه ايه؟ وتأثيره علينا جسمانيا ونفسيا وقسريا وفي علاقاتنا الشخصية مع شركاء حياتنا ومع أولادنا ومين اللي بيصاب بي أكتر الرجال ولا النساء وليه؟ وكمان تأثيره المفزع على ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع معدل تكون اضطرابات شخصية في الأبناء لأن للأسف المشكلة دي موجودة في أسر كتير حوالينا لدرجة أننا أصبحنا معتبرينها عادي بقينا شايفين عادي أن الناس تتعصب وتزعق وتغضب وتكسر وتضرب والحاجات الكتير اللي حنشوفها دي تعالوا قرالكوا بعض أمثلة من الرسائل اللي وصلتلي عشان نشوف المشكلة بوضوح وبأكد لكم طبعاً أن أصحاب هذه الرسائل موافقين على النشر هما بعاتوها عشان تتنشر بس بحب أكون واضحة أنه ده بموافقة أصحاب المشكل أول رسالة بتقول بخصوص بوست العصبية لأن أنا دايماً ببتدي النقاش من على فيسبوك بنقول البوست وبعدين نحاول الحلق فالرسالة بتقول بخصوص بوست العصبية في نقطة أتمنى تقول لنا تفسيرها أني لما بلاقي حد قدامي بيتعصب بتعصب عليه يعني أختي مثلاً متعصبها من حجم دايقها أتعصب عليها أنا أوفر أمي متعصبها أني اتأخرت أتعصب قدامها أنها مزوداها رغم أنهم أحن الناس علي وأنا في الوضع العادي كويسة جداً معاهم بس مش عارفة ليه باخد الوضع الهجومي من غير ما حس وبأنب نفسي طول الوقت وبعدها مش بعرف أنا ليه مش بعرف أمسك نفسي دي كانت أول رسالة تاني رسالة بتقول المشكلة ظهرت عندي بعد المرور بتجربة زواج وفشلت ورجعت بولدين بدون استقلال مادي التجربة كانت عبارة عن انفلات كامل لعصابي وعدم سيطرة على عصابي واكتشفت أني بخسر نفسي أولاً وبخسر أولادي ثانياً وده مش من حقي ومن هنا بدأت حاول ألاقي علاج تالت رسالة فيها قصة متكاملة بتقول اكتشفت كذبه علي باعترافه وعرفت أنه خب علي فصورت جامد جداً وباعت بسرخ في الشارع والناس بتتلم علي ممكن أكسر حاجة قدامي في الشقة ممكن توصل معايا لتهديد بالانتحار وبكون مقدمة على الخطوة بجسمي ولكن عقلي طبعاً مستوعب أني ما ينفعش أعمل كده حالة غضب صعبة جداً جداً ما بسيطرش على نفسي فيها وبهين وبعلي صوتي جداً وببقى إنسانة سيئة جداً أنا كده بقرأ لكم بالزبط اللي مكتوبه قدامي باشتم وبهين وبسرخ وبكسر أي حاجة قدامي الناس وهدي وممكن لما أهدأ أحس أني كبرت المواقف بزيادة جداً ومتهورة قوي في ردود أفعالي ده نتيجة ترقمات ووجع كبير من أقرب الناس ولا أنا كده عندي مشكلة نفسية كبيرة نفسي أعرف أنا ظلمة ومؤذية فعلاً ولا أنا مظلومة ودي مجرد رد فعل على اللي أتعمل فيها ومعايا لإني بحس بالزن بأوقات كتير هل ممكن ده يكون بسبب أوجاع وترقمات قديمة ولا أنا بعاني من مشكلة نفسية معينة التلت رسائل دول هنبدأ من خلالهم نبص بقى على المواقف ده ليه الناس دول عاملين كده طبعاً بالصدفة التلت رسائل دول من ستات هما اللي اتشجعوا باعتوا الرجالة بيباعتوا ساعة في الكومنتات باختصار شوية ولكن قدينا إيه قدامنا تفاصيل كتير نقدر نبدأ نتكلم عليه تعالوا نشرح خطوة خطوة ونفكر له الوصف ينطبق علينا هنصلح نفسنا إزاي أولاً إيه هي عطفة الغضب دي أصلاً؟ الغضب عطفة طبيعية يا جماعة من ضمن طيف العواطف الإنسانية ولها وظيفة مهمة في صحتنا النفسية وفي الحفاظ على حياتنا كمان في مواقف الصدمات والخطر ولكنها زي كل حاجة لو زادت عن حدها بتتحول لمشكلة محتاجة إصلاح نفسية فالغضب في حد زيته ما هوش مرض لازم نتعالج منه طالما كان فيه مستوى وفيه إطاره الطبيعي ولكنه لما يتحول لمعوق للتوازن النفسي والحياة الصحية ويبدأ يدمر علاقتنا ويأثر على حياتنا لازم نبدأ ننتبه ونصلح الحلقات القادمة هتكلم أكتر عن تشريح الغضب نفسه كعاطفة عموماً والمسببات العضوية والنفسية كتير جداً للغضب ومنها حاجات خاصة بالنساء بالذات وتأثير الغضب والتعامل معاه وواواوا لكن خلونا النهاردة نركز فيه الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو اضطراب لانفجارات المتقطعة دي العبارة عن إيه الاضطراب ده ده بيصنف كاضطراب مزاجي مش اضطراب شخصية زي النرجسية لأ ده اضطراب مزاجي وده فيه دليل الطب النفسي بيتميز بنوبات متكررة وشديدة من الغضب تكون غير متناسبة تماماً مع الموقف زي ما شفنا في الثلاث رسائل اللي قرناه يمكن جداً تكون النوبات دي لفظية وجسدية وغالباً تنطوي على فقدان سيطرة وتأثير كبير على العلاقات الشخصية والوظيفية والحال يوميا هل هو الغضب العادي يعني احنا كده بنتكلم على إنسان متعصب واحد أو واحدة جراله موقف يدايق فزعل ولا الموضوع أكبر من كده لا اضطراب لانفجارات المتقطعة ده الـ IED بيختلف عن الغضب العادي بعدة جوانب رئيسية تعالوا نبص على بعضهم سريعاً أولاً الشدة والمدة فيه نوبات فجائية شديدة للغاية مش متناسبة مع الحدث تتطور لسلوكيات عدوانية أو عنيفة وتكون عادة مفاجئة يعني بتحصل فجأة وقصيرة من بضع دقائق لأقل من ساعة ولكن أثارها طبعاً تستمر لفترة أطول بالمقارنة الغضب العادي عادة بيكون متناسب مع الموقف وأقل تطرفاً من نوبات الفجائية العنيفة دي وغالباً الناس بتبقى أكثر تحكماً وقابلية لإدارة مشاعر الغضب دي وبيزول بمجرد زوال المؤثر والإنسان يرجع إيه دا تاني عندنا فرق تاني بينه وبين الغضب الطبيعي وهو التكرار اللي عندهم أي دي بينفجروا في نوبات متكررة وشديدة من الغضب ممكن تحصل عدة مرات في الأسبوع أو الشهر فقادي أول علامة مهمة نبدأ ناخد بالنا منها في البوست أنا قلت لكم في التعليقات قبل الحلقة أبدأوا كتبوا لنفسكم كام مرة خلال الشهر اللي فات جات لكم النوبات دي لو متكررة بشكل متكرر أسباب مختلفة شديدة جدا وعنيفة والسبب غير متناسب مع ثورة الغضب هنا أبدأوا نتابهوا جدا لكل الكلام اللي احنا هنبدأ نقوله دلوقتي الغضب العادي مرتبط بالسبب أو بمشكلة محددة وبيكون عادة أقل تكرارا وأكثر ارتباطا بالمواقف اللي بتسبب الغضب يعني حد كل يوم بيدخل من الباب يقول سلام عليكم مبتسم و لطيف وكل حاجة حلوة دخل النهار ده لا أضيف مش عاجبه مثلا أو لا أي مشكلة في البيت فتعصب ده موقف متعلق ب يعني الغضب متعلق بموقف ولكن انفجارات الغضب الفجائية دي بتجرى مرة على القطة ومرة على الكتاب ومرة على العربية اللي ماشية في الشارع أي على أي حاجة وانفجار شديد جدا جدا وعنيف ويتطور لعدوان يعني تكسير ضربه وهذا نشرح دلوقتي عندنا اختلاف ثالث بين التراب ده وما بين الغضب العادي اللي هو التأثير والتحكم إزاي؟ النوبات المرتبطة بالـ IED غالبا بتؤثر بشكل كبير جدا على العلاقات وعلى العمل وعلى الأداء العام فيمكن إنها تعمل خناءات لفظية وجسدية تدمير ممتلكات ضيق عاطفي قدرة الناس اللي مصابين بيه محدودة على التحكم في غضبهم أثناء النوبة دي بيشعوروا فقدان السيطرة زي ما شفنا في الثلاث رسائل اللي أنا اخترت أقوله لكم الثلاثة قالوا عندنا فقدان سيطرة على نفسنا وعلى أعصابنا وبتصرفوا بشكل متهور فبالتالي ممكن يعتدوا على اللي قدامهم أو يكسروا أجهزة زي ما نتو شايفين في صورة الحلقة كده أو يكسروا عفش أو تحف غالية مثلا زي المشهد التقليدي اللي بنشوفه مثلا في الدراما لما بيحبوا يجسدوا أو يحد غضبان فيجيبوا واحد أو واحدة بيحدف تمثال في المراية مثلا فيهشمها أو واحد يروح لكم الحيطة ده بنشوفه كتير في المسلسلات والأفلام الأمريكي لأن الحيطان عندهم معمولة من زي الجيبسون بورد كده مش مبنية خرصانة زي عندنا فنبص نلاقي واحد راح لكم الحيطة كده إنه مع الدية يخرم الخشب بتاع الحيطة بالمقارنة الغضب العادي لا يؤدي العواقب شديدة واضرار كبيرة حد بيعبر عن غضب بيزعاء بيقول يا جمعة إيه اللي انتو بتعملوه ده عادي يعني كلام عادي ويكون عادة قابلا للإدارة يعني الإنسان يقدر يتحكم في غضبه وما بيعطلش الأداء اليومي ولا بيأثر على الأداء بنفس قدر الـ IED فاللي بيعانوا من الغضب العادي بيقدروا يتحكموا في نفسهم وعاطفهم بشكل أكثر فعالية وبيعرفوا يعبروا عن غضبهم بتبقى فاهم هو بيقول إيه وزعلان من إيه وإيه المشكلة فتقدر تحاول تساعده إنه يهدى تاني وما فيش في الموضوع عدوان أو عنف فيه كمان فرق بينه بين الغضب العادي الأنماط العاطفية والسلوكية الـ IED فيه تقلبات عاطفية شديدة وبعدين فترات من الهدوء بين النوبات يعني النوبات الفجعية دي بينها حياة طبيعية جدا إنسان هادي وعادي وجميل جدا وبتالي الشخصية مثلا النرجسية ممكن يبقى عنيف وعصبي طول الوقت والشخصية المتوترة العصبية عنيف وعصبي طول الوقت لكن اللي عنده الاضطراب ده في النص بيبقى شخص بين الانفجارين بيبقى حد هادي جدا لا يمكن حد يتخيل إن هو بينفجر بالشكل ده وكمان بيشعر بالندم والزنب بعد النوبة دي ولكن شعوره بالزنب أو شعورها بالزنب لا يمنع حدوث نوبات مستقبلية وده دي نحط تحت المعلومة دي خط مهم جدا كون الشخص يشعر بالندم ده مش كافي إن هو ما يعملش كده تاني وبالتالي فيه علاج لازم يحصل هنتكلم عليه في آخر الحلقة السلوكيات بقى خلال نوبات الاي اي دي دي بتكون متهورة جدا وعدوانية زي ما شفنا في الثلاث رسائل اللي تكلمنا عليهم وبالتالي لو في علاقة بقى لو المواقف ده بيجرى جوا البيت مثلا فده هتسبب في توطر مستمر ومتكرر بسبب الأفعال المدمرة دي جوا البيت الغضب العادي عادة بيكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بيبقى بايق ما حنا عارفين إن فلان دم ما بيحبش الأكلة الفلانية فلما بنعملها بيتدايق مثلا فخلاص فهمنا وتنبأنا بإن شكل الغضب بتاعه هيكون عامل إزاي ورد فعل عطيفي طبيعي زي ما قلنا ممكن إدارته وحله بالتالي غالبا الشخص اللي عنده غضب عادي بيعبر لفظيا أو بيقول حاجة يعني بيتصرف تصرف حازم شوية بس ما بيعملش عدوه ما بيدش إيده ما بيدش لسانه التشخيص والعلاج كمان من الفروق بينهم لأن الـ IED تشخيص طبي لازم نروح للدكتور عشان يشخصنا بناء على معايير محددة في دليل التشخيص بتاع الطب النفسي اللي هو الDSM5 ولازم تكون في نوبات متكررة وفقدان سيطرة وبيعمل إعاقة في الأداء وبالتالي بيحتاج علاج نفسي زي العلاج السلوكي المعرفي مثلا وتقنيات يتعلم الإنسان تقنيات إدارة الغضب وأحيانا قد يلجأ الطبيب للأدوية فلذلك دايما بقول للمساندة الاحترافية ضرورية علشان اضطرابات تدار بشكل فعال عن طريق طبيب نفسي متخصص معترف بيه مصرح ليه في البلد اللي احنا موجودين فيها ما بنروحش لأي حد على صفحة أونلاين ولا حد ما احناش عارفين ده إيه لازم في حالات زي دي نروح لدكتور طبيب نفسي الغضب العادي ما هوش اضطراب يعني ما بيتصخص الإنسان اللي عادي تعصب في مواقف طبيعية تستدعي ان هو أو يعبر عن غضبه بطريقة عادية ده ما بيروحش لدكتور ومش هيتشخص عادي مش متطلب تشخيص احترافي إلا لو أصبح متكرر ومؤذي أو فيه مشكلة كبيرة وإدارة الغضب العادي ممكن الإنسان يتعلمها لوحده بأنه هو يتعلم طريقة أنه هو يفرغ بها غضبه يتحكم في الكلام اللي بيقوله وهكذا فبالتالي نراجع بسرعة كده السمات الرئيسية للـ IED إن النوبات متكررة فجائية متكررة بشكل ملحوظ مش مرة على حدث عورت فقدان السيطرة الشخص مش قادر يهدي نفسه عدوان دفاعي صراخ زعيق تهديد ضرب عنيف تكسير تدمير فجائي ولكنه مش مدبر بوعي زي الغضب النرجيسي ما هوش وسيلة إخضاع نفسي زي الغضب النرجيسي فيه تأثير واضح على الأداء والعلاقات في العمل والأسرة والعلاقات الاجتماعية بحيث الشخص يلاقي صعوبة في الحفاظ على الهدوء والتوازن في العلاقة دايما فيه انفجارات فجائية على أسباب تفه أعراض الـ IED مزمنة يعني الشخص اللي عنده ده بيحصل له ده دايما فنلاقي عدد من المرات خلال الأسبوع وخلال الشهر بنفس الشكل متكررة انفجارات على أسباب تفها مختلف فبالتالي بتستمر على فترة طويلة والاضطراب عادة بيبدأ في الطفولة وفي الطفولة المتأخرة والمراقعة يعني تقدروا تبدأوا تلاحظوه في أولادكم إنه هم صغيرين وهنتكلم في الحلقات الجاية على الغضب بقى إزاي بيتبني في الطفولة وحنتكلم أكتر في الموضوع ده لحد هنا المفروض اللي بيسمع المعلومات بتركيز بدأ يكتشف هذا الكلام ينطبق عليه ولا يستنى للحلقة الجاية عشان يسمع تفاصيل الغضب العادي وطريقة التعامل معاه بعد الحلقة دي المفروض تفتحه وراء وقلم أو فايل وتكتبه كتير بقى لنفسكو اللي حاسين بيه وتحاولوا تسجلوا كل المواقف اللي غضبته فيها بنوابات عنيفة مفاجئة خلال الشهر اللي فات مثلا كام عددها؟ مدى شدتها؟ سببها واحد ولا عدة أسباب؟ شدتها متناسبة مع المسبب ولا رد فعلكو كان عاطفي مبالغ فيه جدا زيادة عن لزوم؟ كل ده هي ساعتكو تشوفوا المشكلة أوضح وبالتالي تشوفوا هتتعاملوا معها زي ما هنحكي لغاية آخر الحلقة تعالوا نكمل هل اضطراب المزاجي والسلوكي متعلق بالطرابات شخصية؟ يعني احنا في الحلقة بنتكلم على اضطراب الشخصية النرجسية وبعض اضطرابات شخصية الأخرى المتعلقة بيه فهل لما يبقى فيه اضطراب مزاجي أو سلوكي متعلق بالموضوع ده؟ الإجابة الغريبة هي قد يكون في علاقة قد يكون في علاقة بينهم؟ تعالوا نقول سريع ممكن الاعراض تبقى شبه بعض تبداخل زي العدوان والاندفعية ممكن تبقى شبه بعض اضطرابات الشخصية زي ايه؟ البردر LAID PERSONALITY DISORDER النارسيسيستيك PERSONALITY DISORDER والالأنتي سوشال PERSONALITY DISORDER اللي هي الشخصيات الحدية النرجسية المعدية المكت Riot العدم الاستقرار العطيف في وصعوبة أدارة العواطف شبه اضطراب البردر LAID اللي ممكن يبقى فيه برضو غضب شديد وإحباط وبتاعه وحاجات من دي المبالغة في إظهار الغضب المجنون المبالغ فيه جداً قد تكون شبيهة بالهيستيريونيك بيرسنالتي ديسودر الشخصية الهيستيرية هتلاحظوا إن كل الترابط اللي ذاكرتها كلهم مع بعض في كلاستر بي في المجموعة بي اللي فيها النرجسية واللي كلهم مع بعض فيه عندهم أعراض متشابهة مع بعض لو عايزين تذكروا الحتة دي تفهموا عبارة عن إيه حلقة ما هي النرجسية وحلقة كل ما يهمك أن تعرفوا عن النرجسية في قائمة حلقات فخ التوص هتلاقوا فيهم كل الترابط الشخصية عموماً والترابط الشخصية كلاستر بي مع بعض عشان تفهموا إيه الموضوع زي ما قلنا بتحصل النوبات دي في يعني منفصلة وفجائية وفي حالات معاينة من الغضب الشديد في الترابط الشخصية بتعمل أنماط مزمنة وشاملة تؤثر على جوانب متعددة من حياة وهوية الشخص دي شخصيته اللي بتعمل بيها معاكم دايماً كنمط ثابت مش حدث عارض لكن اللي الترابط اللي بتكلم عليه ده الشخصية لها شكل معين هادي وما فيش فيه الحكاية دي وفجأة انفجارات ممكن يبقى فيه يعني تزامن يعني المصابين بالـ ID ممكن يبقوا بيعانوا في نفس الوقت من الترابط الشخصية ما مش نرجسية بالذات ممكن نرجسية وممكن حاجات تانية كتير بالتالي تشخيص الـ ID في وجود الترابط الشخصية بيكون معقد شوية لذلك أنا بقول بيحتاج لدكتور نفسي يقدر يميز بين السلوكيات الاندفاعية والعدوانية المرتبطة بالـ ID والنمط الأوسع والأكثر انتشاراً اللي هو الترابط الشخصية بييجي منين بقى البتاعة ده اللي احنا عملين بنحكي عليه ده التراب لانفجار متقطع ده بييجي منين عندنا عدة أسباب بيولوجية ونفسية وبيئية اختلالات العصبية اللي هي يعني في السيولوجي بقى جوا الجسم ان الأبحاث بتقول ان الاختلالات في مناطق الدماغ المرتبطة بتنظيم العواطف أو اختلالات النواق العصبية زي السيروتونين والدوبامين اللي بتأثر على الشعور بالسعادة والاسترخاء والرضا دول ممكن يساهموا في إظهار المشكلة دي في استعداد وراسي في ناس مولودين لديهم تاريخ عائلي من الترابات المزاج أو السلوكيات الاندفاعية أو الترابات الشخصية فدول معرضين لخطر أعلى وكمان الأطفال اللي نشأ في أسرة فيها النمط ده معرضين يكتسبوه سواء كان عندهم استعداد جيني أو هيكتسبوه بالتقليد لذلك رسالة الأم في أول الحلقة اللي عندها ولدين اللي قالت انها انتبهت لتأثرهم بسلوكها اللي بقى فيه انفجارات غضب وساعة للعلاج بسرعة مهم جدا جدا في هذا الصياق لأن هي عملت صحة فيه كمان العامل النفسية زي الاندفاعية والتهور والتفكير الكارثي الكتاسترافيك تينكينج اتكلمنا عليه في حلقة كيف تخدع الضحايا نفسها بأماط التفكير السلبي تقدروا ترجعوا لها في قائمة حلقات التعافي ان الواحد يشوف الأوضاع أسوأ مما هي عليه جدا يتعود مخه بيعمل كده دايما فبالتالي بيغضب قوي قوي على حاجات عبيطة جدا ما بتؤديش للفكرة الكارثية اللي جات في مخه دي أو التعميم المفرط اللي هو نستخلص استنتاجات ضخمة جدا من حدث واحد صغير جدا قد يكون مش متعلق بها دي عوامل نفسية ممكن تبقى عند الإنسان بقى بأسباب مختلفة انه يتعرض للصدمات أو إساءة في الطفولة سواء عاطفية أو جسدية شرحنا بقى في حلقات الإزاء وحلقات الترامة بعد الصدمة وحلقات المؤذي داخل الأسرة تأثير الحاجات دي نفسيا على الناس إيه فأحد الأثار هو اللي احنا بنتكلم عليه ده الـ IED كمان طبعا البيئة العامة المجتمع الضغوط النفسية والمادية والمشاكل الحياتية شكل الحياة داخل الأسرة لو فيه توتر وإخناقات أو حد من الأسرة عنده اطراب شخصية قوام بقى الحلقات اللي فاتت هتلاقوا فيها الكلام ده كل العوامل بقى الطبية والصحية دي نقطة مهمة للناس كتير ما بتربطش ما بين المشاكل الفيسيولوجي المرض المزمن أو المشاكل الصحية أو الأدوية اللي الإنسان بيأخدها أو الإدمان بما في ذلك الكحول والمخدرات والسكريات والتدخين الحاجات دي كلها طبعا أعرض لانسحب بتاعتها وعدم وجودها ووجودها بجرعات عالية بيأثر جدا جدا على الاندفاعية والعدوانية وبالتالي يزود نوبات الـ IED زي ما قلت الأمراض المزمنة زي السكر والقلب إصابات الدماغ اللي بتأثر على فنظيم العواطف تغيير الهرمونات في الستات في المراحل المختلفة في الحياة أو في الدورة الشهرية السن السمنة مشاكل كتير مشاكل النوم الأرق نتكلم بقى عن النقاط دي بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله لما نتكلم عن الغضب يعني بكل مسبباته في نقطة بقى هنا مهمة جدا عشان نتكلم في العلاقات اللي احنا بنتكلم فيها دايما في الحلقات بنربط دايما المشاكل السروقية ومشاكل الترباط الشخصية بعلاقاتنا الشخصية جوة البيت ده أهم حاجة عندنا تشجيع المجتمع للعدوانية للذكور باعتبارها دليل الرجولة والسيطرة والقوة وكمان المثال اللي الكل بيشوفه إن اللي إيده طويلة ولسانه طويل بياخد حقه وبنشجع عليه وبنربي عليه اللي اضرابك اضرابه اللي مش عارف إيه مش ده اللي بنقوله للصغيرين فبالتالي بنشجع الأولاد عليه من الصغر وهنا بييجي السؤال منطق مين معرض للإصابة أكتر الرجالة ولا الستات بالـ IED للأسف أكثر شيوعا عند الرجالة بمقدار الضعف عن الستات طبقا للأبحاث رغم إن ده يعني اضراب ممكن يؤثر على الاتنين أي حد يقدر يجيله ستة أو راجل ولكن للأسف نسبة الإصابة أو استعداد الرجال للإصابة أكتر من الستات الضعف فطبعا الموضوع متشابق جدا لأن فيه زي ما قلت عامل كتير جدا بتأثر على التشخيص زي السن والحالة الصحية والاضطرابات الهرمونات وجاز الرجالة هما اللي بيبان عليهم أكتر عشان المجتمع بيشجعهم ومجتمع بيقول الستات اجتمي الغز فمش بيبان عليها أو وتفر ففي لذلك لازم نروح نشخص عند متخصص اللي يهمنا في الموضوع إن التراب ده للأسف يؤثر بشكل كبير على العلاقات العاطفية وعلى تزايد معدلات الطلاق لأنه بيشك الضغط عاطفي مستمر بيزود التوتر بين الزوجين بيزود الخلافات كل مرة لأنها أصبحت نمط يدخلوا لاتنين في لوب من ردود الأفعال المحفوظة من الخناء اللي قبلها فيوصلوا لنفس النقطة السد ويبدأ الموضوع يزيد قوي الحاجز العاطفي ما بينهم يزود مشاعر القلق الخوف العجز النفور يخلق فجوة عاطفية بين الشركين وكمان الشخص المصاب بالأي إي دي بيواجه صعوبة في التواصل العاطفي لأنه بيبقى عنده مشاعر زنب أو عار بعد الانفجار الرهيب ده وفي المقابل الشريك بيتراجع عاطفيا عشان يحمي نفسه وحنتكلم أكتر عن استجابات الصدمة المتعلقة بالانفجارات العاطفية دي الحلقة الجاية إن شاء الله ممكن كمان يؤدي لانهيار التواصل لأنه الشخص بعد ما بينفجر بيلاقي صعوبة في التعبير عن مشاعره مشاعر العار دي والشعور بالذنب غالبا في مجتمعاتنا كمان بالذات الرجالة ما بيعرفوش يقول أنا آسف المجتمع لا يشجعهم على ذلك حد علمه يقول أنا آسف فبيبقى فيه جواه حاجز نفسي والشريك الآخر سيد ميراتو مثلا هتبقى مش عارفة خايفة تتكلم عشان أحسن تستدعي الخناءة تاني فبالتالي تروح منكمشة وتوافق على أي حاجة أو تتفدق كلام أو تتقمس فبالتالي يبدأ الموضوع يبقى فيه ضعف في التواصل وسوء فهم وتجنب للنقاش وده لا يمكن تتحلي فيه مشاكل أو الناس تبقى فيه سوعة ده فالنتيجة مشاكل مترقمة وقضايا غير محلولة المناخ المشحون ده جوه البيت يؤثر بشدة على الثقة والأمان اللي هما ده عائم العلاقة الصحية والحب بين الرجل والمرأة وبين الأهل وأولادهم فيحصل اللي وصفناه في حلقة المشي على قشر بيت وحلقة كابت المشاعر وحلقة استجابة الصدمة ضروري تسمعوا الحلقة دي علشان تكمل لكم الصور فيه بقى تأثير نفسي خطير ومهم للشخص نفسه المصاب للتراب تأثير المشكلة دي على احترامه لذاته وثقته في نفسه بسبب مشاعر الزنب والعار بعد الانفجارات وشعوره بالإهانة أو اللوم أو عدم الاحترام من الشريك بعد الانفجارات وشعوره أنه مسؤول عن تدهور العلاقة وغير قادر على إدارتها ومفتقد للسعادة فشايفين حاجة تبدو أنها يعني تكاد تكون عادية نشوفها حوالينا كتير جدا وبنتقبلها والشخص فلان ده ما بيغضب ما بيشوفش قدامه أو علانة دي يزربونا كل شوية تزعل على كل حاجة ولكن بصوا كمية التأثيرات اللي احنا عمليين بنتكلم فيها عاملة ازاي على الشخص وعلى كل الناس اللي حواليه وللأسف التأثير سايق جدا على الأبناء بقى ليه بيعرضهم لاكتساب نفس السلوك اكتساب اضطرابات مزاجية وسلوكية مختلفة اضطرابات التوتر والقلق والاكتئاب التمرد والعسيان والمعارضة المستمرة لأي رمز سلطة الرهاب الاجتماعي وتفضيل العزلة اللي انهم بقوا خايفين من الناس أحسن حد ينفجر فيهم بالإضافة انهم بيتعلموا كابت المشاعر فبيبقى عندهم أمية عاطفية ويبقى عندهم استرضائية مبالغ فيها جدا للآخرين لمحاولة اكتساب التعاطف ومحاولة ارضاء الناس عشان يتفادوا العقاب وعشان يرضوا عن نفسهم كل دي مشاكل مباشرة متعلقة بثورات الغضب الفجائي المزمنة دي الحل بقى المعادلة الرهيبة اللي عادنا عن حكيها دي نعمل ليه عشان نحله عندنا طريقين بنتكلم عنهم دايما في حلقات التعافي طريق نحاول نمشي لوحدنا ونجرمع نفسنا الأول وطريق نطلب مساندة احترافية من طبيب نفسي متخصص بالنسبة للتراب ده لازم يتشخص عند متخصص ما ينفعش نشخص نفسنا او نشخص حد تاني لان عراضه صعبة ومتشابكة ومتشابهة مع مشاكل تانية كتير زي ما شرحنا ففي حالة هتحاولوا مع نفسكو هتبقى عشان تحاولوا تنمية وعيوكو بالمشكلة ومن خلال الوعي الذات يتحاولوا تسيطروا على نوبات الغضب عموما بغض النظر عن نوع الغضب مش مهمة عارفين اسمه وإيه الغضب اللي انتو عندو ده ممكن يحصل بعد الاستعانة بالله بتغيير نمط الحياة لشكل صحي تكنيكات استرخاء رياضة نوم كافي أكل صحي اللي عنده مشاكل صحية مزمنة يعالجها بعد عن المنبهات والمكيفات والسكريات بعد عن أي حاجة فيها إدمان علاقات نبني علاقات صحية قاوية ونتكلم مع ناس ثقة نكتب مع نفسنا يوميا المشاعر نقرأ ونبحث كتير في المشكلة نعبر عن مشاعرنا كلها بالفنون البسيطة زي التلوين والرسم والموسيقى والحرف اليدوية دي بعض الطرق اللي ممكن نتعامل بيها مع المشكلة دي حاولتوا ملقتوش نتيجة يبقى دافنت لي طالب مسامدة احترافية من متخصص نفسي هتعلمكم تغيروا نمط تفكيركم فيتغير بالتبعية نمط انفعالاتكم ومشاعركم وتتعلموا طرق ادارة المشاعر والسيطرة عليه ارجو ان انا اكون كده اديتكم نظرة عامة على الاتراب ده لانه مش مشهور ومحدش كتير بيتكلم عليه واعتقد انا قلت كلام كتير تقيل قوي في الحلقة دي فانا اسف يعني انا كنت قلت عليكم مستنية بقى تفاعلاتكم في التعليقات وانتظارا لاننا نستكمل التفاصيل بتاعة الغضب عموما والتعامل معاه باشكاله مختلفة بفكركم ان انا مش دكتورة وما بعلكش حد عشان محدش يقول لي قطب تعلي علجيني من الغضب الحلقات هدفها فقط التوعية الاحترافية وبعد كده مسؤوليتكم التواصل لمتخصص نفسي في البلد اللي انتم موجودين في انتم موجودين حول العالم الناس اللي بتسمعني موجودين في كل مكان فبالتالي مسؤوليتكم تدوروا على متخصص نفسي قريب منكم ويقدر يساندكم بصوا على الشاشة دلوقتي هتلاقوا اتنين من قوائم الحلقات اللي اتكلمنا عليهم وباقي قوائم الحلقات موجودين على الصفحة الأساسية الرئيسية للقناة في قسم البلاي لست القوائم متعسمين بالموضوع والحلقة دي متعلقة بحلقات كتير جدا منهم فالناس اللي بتسمعنا لأول مرة خدوا جولة كده على القناة شوفوا ايه اللي فائدكم ومرحبا بكل تفاعلاتكم واسئلتكم وتجاربكم الشخصية ونستكمل الحلقات القادمة ان شاء الله شكرا لحسن استمعك واشوفكم الحلقة الجاي